انضم إلينا من بغداد نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية قاسم العبودي سيد العبودي أهلا بك اتحاد القوى وصف تمرير هذا القانون إذا ما مرر بأنها سياسة لي الذراع وأن الخيارات مفتوحة أمام الاتحاد لعمل أي شيء كيف تعلق بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا الحقيقة يبدو أن القانون إذا ما تم التصويت عليه غدا أو تمريره سيمر بأغلبية مريحة يعني معظم أو كل نواب التحالف سيحضرون بالإضافة إلى أن التحالف الكردستاني أيضا أعلن بأنه سيصوت على القانون والقائمة الوطنية وحتى بعض نواب تحالف القوى لكن الحقيقة قيادة التحالف كثير من نواب التحالف لا يريدون أن يمرروا هذا القانون رغم إرادة المكون السني وكبادرة حسنية خاصة أن نتحدث عن تسوية لذلك هناك تفاهمات بصراحة شديدة اعتراض الأخوة في تحالف القوى ليس اعتراضا مبدئيا على القانون وإنما هناك اعتراض على بعض التفاصيل حقيقة والحصص في داخل القانون سيد العبد عفوا قبل أن نأتي إلى التفاصيل التي اعترضوا عليها تقول هذا المشروع لاقى قبولا من المكون السني لكن هناك اتحاد القوى يعترض عليه من الممثل المكون السني الذي وافق على هذا المشروع يعني أنا أتحدث داخل البرلمان أن هناك نقاش أن معظم النواب السنة من حيث المبدأ من حيث المبدأ لا يرفضون قانون الحجد الشعبي ولكن هناك حديث ومساومات ونقاش حول التفاصيل منها ما يتعلق بالتسمية مثلا منها ما يتعلق بالنسبة في التشكيلات منها ما يتعلق بالحصول على دوائر ومدراء دوائر أو غيرها من أمور حقيقة وحجم دخول الحجد العشائري السني هذه التفاصيل التي تم الاختلاف عليها لكن وحيث المبدأ ما أعرفه بالواقع حقيقة غير ما يظهر بالإعلام بأن هذه الأمور التفصيلي هي محل الخلاف لدى الأخوة في التحالف القوى لذلك الحقيقة التحالف الوطني في حوار مستمر مع تحالف القوى ممثل للمكون السني لتمرير القانون بتوافق تام القضية الأخرى المهمة جدا أنه حقيقة جرى الاتفاق على أن المناطق السنية تحديدا نتحدث عن الأنبار صلاح الدين كاركوك وجزء من اديالة وحزان بغداد وشمال بابل أنه ستكون الأولوية فيه وموجب القانون لأبناء هذه المناطق على أنه في كل أحوال لا يقل تمثيلهم عن 40% من تشكيلات الحجد الشعبي بالإضافة من الحجد الشعبي كمؤسسة عسكرية سيكون تحت قيادة القائد العام قوات المسلحة وسمعت خلال التقرير بعض الهواجس أود بصراحة تسمح لي أن أرد عليها والقلق من بعض الأخوة الحجد الشعبي وموجب المادة الرابعة من هذا القانون لا يسمح لقادته أو منتسبه أن يترشحوا بالانتخابات أو أن يروجوا أو أن يقوموا بأي حملات دعائية انتخابية لأحزاب أو أشخاص أو مرشحين ولن يتسنم قادته أي مناصب سياسية هذا موجب المادة الرابعة وأعتقد هذه رسالة مطمئنة للجميع عن الحجد الشعبي لا ينوي المنافسة في شأن السياسي والدخول في القضية السياسية وهو حقيقة وموجب هذه المادة يمنع أنه لا يسمح له التدخل بالشأن السياسي البعض من الذين يدعمون هذا المشروع يقولون الشروط التي وضعها اتحاد القوى تفرغ هذا المشروع من فحوة مثل النسبة المفروضة وأيضا التسمية يعني لا يسمى قانون الحجد الشعبي وإنما الحجد حتى يكون شاملا لكل المسميات أو التصنيفات الأخرى ما تضير في ذلك من وجهة نظرك؟ والله الحقيقة هناك تفاصيل أعتقد ممكن الاتفاق عليها لكن الحجد الشعبي وقضية التسمية هي الشير إلى كيان عسكري حقيقة تشكل بمناسبة هجمة الشرسة لداعش وقام بأعمال بطولية خارقة جدا نعم وهناك أيضا للحجد العشائري وسجاب لدعوة المرجعية بالتأكيد الحجد الشعبي سيضم الحجد العشائري قضية التسمية أعتقد هناك أيضا طرح لتسميتها بالحجد الشعب الوطني أو الحجد الوطني أو ما إلى ذلك أعتقد قضية التسمية رغم تمسك بعض الأخوة بالتحالف الوطني بها لكنها ليست قضية مهمة بقدر ما القضية الأهمية من تشريح هذا القانون ضمان حقوق المقاتلين من استشد منهم من جرح منهم والاستفادة من هذه القدرات القتالية الهائلة التي توفرت حقيقة والتي أعتقد أن التفريط بها ليس من مصلحة العراق وهو يواجه الحقيقة الجماعات الارهابية يواجه أخطار كبيرة جدا فيما لو مرر هذا القانون يوم غدا في جلسة البرلمان ما هو الإجراء الذي ستتخذه الكتل السياسية مع اتحاد القوى إذا ما أقدمت على ما قالت أن الأمور كلها والخيارات مفتوحة باختصار لو سمحت أنا قلت بصراحة أن كثير من الأخوة النواب السنة موافقين حتى بعضهم لديه جماعات في الحجد الشعبي قاتلوا الآن فتعتقد أن هذه الحقيقة وليس كما يظهر إلى الإعلام أنا أعتقد الحقيقة تتعلق بقضية النسب وهذا ما سمعته من خلال النقاشات هناك حديث عن النسب عن التمثيل عن حصول على الدوائر حصول على نائب الحجد الشعبي أو نائب رئيس أركان أو رئيس أركان هذه التفاصيل هي محل الخلاف وهذه الحقيقة والواقع الحقيقة أشكرا غدا الحقيقة سيتم التفاهم مع الأخوة في التحالف القول ووصول إلى صيغة لحل هذا الموضوع كنت معي من بغداد نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية قاسم العبودي